نتابعين بصباحنا يا سمار ووصلنا لفقارتنا التالية كثير مننا بالظروف اللي ما رأنا فيها بالحجر الصحي وبقلة العمل بالحياة صرنا عم نشتغل أونلاين شو هي الطريقة الصحيحة للعمل أونلاين وهل بيصير انه نعتمده كشغل أساسي أو هو لإضافة المال الاقتصاديا يحسن لنا وضعنا أو أنه ممكن هو يكون مؤقت ويزول رح نحكي أكتر وكيفينا نستفيد أكتر أونلاين بعملنا مع الأستاذ عمار دلول ماجستير إدارة أعمال سباح الخير صباح يا سيد صباحك يا سيد صباحك وأهلا وسهلا فيك بالبداية خلينا نتعرف أكتر ما هي مجالات العمل أونلاين الحقيقة قبل ما نحكي بمجالات بشكل عام التريند بشكل عام يعني التوجه بكل العالم وخاصة بالدول اللي صارت أدفانست أو متقدمة بموضوع العمل على الأونلاين لاحظت أنه أغلب القوى العاملة عم تتجه باتجاه العمل أونلاين لتوفير النفقات يعني حتى الأشخاص والشركات عم توجه الموظفين باتجاه العمل أونلاين لتوفير النفقات فعمليا صار كل المجالات بشكل ما نقول شو المجالات كل المجالات دون استثناء في جزء منه ممكن نعمل أونلاين أو كله فلما بنا نحكي عن المجالات حنلاقي إذا ممسك أي مجال بأي قطاع على الأقل هذا القطاع شو ما كان في جزء منه تسويق ولا بيع ولا أش ولا أي شيء من أنواع المبيعات هذا كله ممكن يروح أونلاين وبالتالي اليوم بأي مجال فينا نوجه باتجاه الأونلاين خلينا أستاذ عمار نحكي أكثر يعني شفنا بأعمار صغيرة صبايا وشباب بلشوا يفوتوا يعملوا مصاري وأثبتوا مصداقية بمكان بالشوبيينج عن طريق الإنترنت كان بمشاريع عم يقدموها خلينا نحكي ممكن عن هاي الخطة بعمار صغير أنك تبلش أنت وعم تدرس أنت وبيتك أنك تستخدم الأونلاين أو الإنترنت لحتى تسويق لبضاعتك وتكبر الأصص مي بل مي هل هناك استمرارية لبعدين بيكون ولا لا؟ مي بل مي هي فورة بتكون لأنه صغار اليوم كخدمات أونلاين محصورة بعدة قطاعات ضمن ممكن التسويق مثل ما عم نشوف بعض المشاريع هي صفحة على الفيسبوك أكتر شي أنتوا بتشوفوا الصبايا بتحبوا تشتروا تياب على الفيسبوك ما بعرف أشياء ممكن منتجات ممكن أشياء ولكن ممكن تكون كما خدمات يعني ممكن يكون أنه أنا بقدر أقدم خدمة أونلاين هالخدمة ممكن يكون مثلا أحد المدرسين يقدر يعمل كورسات أونلاين أو يسجل فيديوهات أونلاين ببيعة أونلاين ككورسات يمكن حدا عنده تالنت معينة أو هواية معينة يسجل شي بيعمل قناة يوتيوب يصير يوتيوبر ممكن يكون عم يقدم خدمة صيانة أونلاين لشي معين وبالتالي مو محصورة بس بالتسويق والبيع بس هنمشي على الفكرة تبع التسويق والبيع حضرتك ترحتية أنه اليوم لما بدي أمشي بفكرة تسويق وبيع أكيد شو ما كانت أنا عم بشتغل أونلاين هكون عم بعمل إيراد نسبة ربح أكتر من لما بشتغل تسويق طبيعي لأنه ما عندي نفقاتي يعني اليوم نفقاتي على الأونلاين هي كمبيوتري واللابتوب ووقتي فاليوم بحول وقتي لمصاري بينما لما بكون عم بشتغل بالطرق التقليدية اللي هي عندي مثلا إعلانات ما بعرف طرقية ماركتينج عم بروح زور يمكن شركات وقصة أكيد في نفقات أعلى فبيخف هامش الربح مشان هيك من روح منلاقي أنه بالأونلاين لما بتجي واحدة منكم صبايا عم تلاقي شي قصة أونلاين عم تلاقي لك شي هاي شو رخيصة على الفيسبوك ما بعرف إشياء بالمحل فلاني يمكن شفتها بأغلى لي لأنه المحل فلاني عنده نفقات إدارية عنده إجار محال عنده كهرباء عنده موظفين فهون بتجي فكرة أنه الأونلاين ممكن يوفق داركتو كاستمر يعني ممكن تكون من البائع الجملة داركتو كاستمر هلا بيجي بعض الشاب بيقول أنه أنا اليوم بدي أطلع بفكرة الأونلاين ولا أملك حتى الحد الأدنى من رأس المال لقدر أعمل الحركة فهون بيروح بالتشاهد شي اسمه أفلييتت ماركتينج التسويق بالعمولة فهون بيروح بيكون عمليان عم يشتغل ضمن مواقع بتسويق منتجات ليعمل نوع من أنواع التسويق بالعمولة فيروح بيعمل له نوع من أنواع الحيز بيسويق من خلاله تحت موقع معين أو تطبيق معين أو بصفحة هو بيعملها ويكون عم يسويق لصالح هذا بس مو دائما عم تكون ناجحة هاي الفكرة مو دائما عم ينشهره أو عم يقدر يشتغل بطريقة الصحة بالأونلاين هلا بنا نحكي عن إيجابيات العمل عن طريق الأونلاين مثلا مثل البيت الواحد إذا كان بالبيت ما بيعودي فيه بكير كيت بتزيد إنتاجيته وكثير من الأشيات التانية خلينا نحكي عن إيجابيات العمل بالبيت حقيقة الإيجابية بالشكل العام هي مرونة العمل وحرية الوقت بيالأونلاين يعني أنا قاعد أمت ما بدي فيني أشتغل أنا مدير حالي بقدر حت ضابط اللي بديها بحط خطة تسويق اللي أنا جعبالي أعمله طبعا ضمن ضوابط أنه أنا أقرالي شوي يعني همو هيك أجي عبالي هيك سايفا ولكن بنفس الوقت المساوئ الكسل يعني ما بيعودي واحد ببيت بيصير بلتهي بقصة بمدري شو بيصير فاليوم يعني خلينا نقول بالعموم لما بيشتغل واحد أونلاين حتى لو بيشتغل أونلاين يكون عم يشتغل بيحيز خارج المنزل يعني مثلا يقعد بمكان عام يمكن بمكتب صغير يمكن بشقة يقعد هو فيها عاملة مثل مكتب ضمن تقوص العمال آخر شي فيه جو محيط أو حتى لو عم يشتغل أونلاين يقدر يركز بالعمل أونلاين فأهمية التركيز بالعمل كتير مهمة اليوم إذا منشوف شوية الدراسات من للاقي الولايات الانتحدة الأمريكية 34% من القوى العاملة صارت عم تشتغل أونلاين معناته صار كل ماله عم يتوسع دائرة العمل أونلاين بأشياء معينة يعني اليوم العمل الإداري كله ممكن يصير أونلاين بأي شركة حتى ضمن الشركة حتى لو موظف عم يشتغل هو موظف ولكن عم يعمل عمل إداري يمكن تقارير يمكن أشياء فهو ممكن يعمل أونلاين اليوم إذا منلاحز أنه أي حدا عنده تالنت عم يشتغل ضمن وظيفة عم يلاقي بعض وظيفته ممكن يشتغل ضمن مواقع عالمية مثل فريلانسر مثل أي موقع ليكون عم يوظف حاله أونلاين ممكن يعمل إذاع على برنامج أونلاين يعني اليوم أونلاين صار بمتاح لنا أدوات كتير كبيرة لنقدر نحقق من خلال إيرادة كتير كبيرة أكي خلينا نحكي يمكن كتير في من الأشخاص لا ومردود مادي كتير منهم أونلاين يعني الوظيفة ما عم تحقق لونيا هذا الشي هل صح أنه الواحد يستغنى عن عمله الأساسي ويلجأ أونلاين ولا شوفي أول شي هي ولا أنه هي خطة بديلة فقط هي شقي في شق منه خلينا نقول هو نوع من أنواع التوازن يعني أنا اليوم بشتغل بمكان ما وبعمل شيء أونلاين وبروح بعمل توازن من حجم الإيرادة اللي عم حققوا من هالتالنت اللي عم عدمها أونلاين لأنه أنا عم بقدم نوع من أنواع الخدمات أونلاين إن كان تسويقية أو غير تسويقية فاليوم بدي أعمل توازن هل أنا الي عم بقدمه عم يحقق لي الإيرادة يتوازن مع حجم الإيراد اللي عم حققه من وظيفة العادية هون بتصير القصة نوع من أنواع التوازن ليقدر الشخص لأنه بجوز حدا يكون عنده تالنت مثلا يكون عنده شي مميز بيدرسه أو بيعمله أو بيقدمه يكون بيحقق له إيرادة أكبر بكتير من وظيفة ويمكن يكون حدا عم يقدر يقدم شي يقدر يقدم منه إيرادة يادو بقد الوظيفة حسب كمان طبيعة الوظيفة اللي أخده وشو رينجر راتب اللي عم حصله ولكن هي كمان بالنسبة لأي شخص فيه قرار فاليوم في عنده فترة هاي فترة فترة انتقالية هاي الفترة اللي يكون عم يتعلم كيف يجيب مصاري أونلاين يعني هو اليوم بلاش مو من أول يوم حيفتح في صفحة فيسبوك حيلا يجت الزبعين الكرة الأرضية كلها تركت شغله ووجيت لعنده على الصفحة فاليوم بده وقت تراكمي اللي يصير عنده نوع من أنواع الشبكة أونلاين ليدا من خلاله يعمل خدماته هالوقت التراكمي اللي هو زمن العطالة هاي هون زمن العطالة صفقار أما باخد أنا قرار بأنه زمن العطالة هاي اخسروا من وظيفتي اللي أنا موجود فيها وابني العمل أونلاين أو بدي وازين أنه أنا لأقمد زمن العطالة شوي وبشتغله بعد وظيفتي وبالتالي بياخد وقت أكتر لأقدر أبني هالشبكة أونلاين أكيد بما أنه هون حكينا خلينا نحكي عن سلبيات العمل أونلاين مثل ما بنعرف وأنه مثل التكاسل وفي عنا كمان إشياء تانية أنه الشخص بيبقد روح الحماسة والتنافس بينه وبين زملائه بالعمل خلينا نحكي عن سلبيات العمل أونلاين صحيح الآن السلبيات الأهم هي الصحية حقيقة لأنه أنا طول الوقت أونلاين فأنا ببشي الكمبيوتر تمام فبتلاقي أغلب النصائح لما بيحكوا لك عن العمل أونلاين هي إشتات أنه خود راحة شوي مشان العيون مشان الظهر مشان عمود فقري مشان القعدة مشان عائلتك قضي وقت مع عائلتك بما أنك عبتشتغل استغل وقتك بالبيت حقيقة هي لك اليوم إذا الوقت كان مخصص يعني أنا اليوم قلت بيشتغل أونلاين ولكن هشتغل من الساعة كزا للساعة كزا فأنا اليوم بدي أعمل ضابطية لنفسي بدي أعمل انضباط على نفسي وحط طارقة لحالي يعني اليوم بدي حط هداف أقول أنا بدي كل يوم مثلا نزيد بالنتورك تبعي أونلاين عشرين زبون مثلا وبنفس الوقت يشتغل ثلاث ساعات ماكسيوم للخمس ساعات ولكن أيها هم أخرب يعني إذا أنا وصلت للعشرين زبون خلال ساعة بوقت إذا ما وصلت بيضل مكمل اللي أجيبه مثلا فهي نوع من أنواع بحطة حدي للذات لحتى قدر أوصل للتاركت مشان ما أوصل بيقصة إنه أنا اليوم بعد شي بمل وبقوم ومع تصغل ومع تصغل مئة بالمئة بس أنا أبدي أقول أنا كيف ممكن الشخص ينجح بالأونلاين يعني شو هي الطرق الممكن يستخدمها بشكل صح يقدر ينجحه ويشهر حاله ويقدر يطلع له مردود مادة منين أهم شي بالموضوع الأونلاين إنه يحط خطة مشروع لحاله خطة مشروع لا بيجي حدا بيقلي طب اللي بيقدم مثلا تصميم أزياء ولا بيقدم مثلا رسم على المدرشو ولا بيقدم رسم هندسي ولا بيقدم أي خدمة بالكمبيوتر كيف هذا ما عنده فكر أو ما عنده الفكرة أو ما عنده مؤهلات نعمل خطة فاللي بقوله أنا إنه اليوم إذا بنفتح على الإنترنت ومنحط بس عنوان عريض على الجوجل مثلا نقول إنه كيف هنمكن إعداد خطة عمل أونلاين حيطلع لنا شي ألف مقال هنمسك مقال منهم بالعربي هنقراه هنمشينا بخطوات كيف ممكن ننشئ عمل أونلاين هنمسك ورقة وقلم وهمشي هاي دائما يكون عنا كتاب صغير ورقة وقلم ونحطها الخطة ونصير الراجعة بيننا وبين حاله ونبلش مع الإقلاع بيصير عنا التغييرات والتغييرات نرجع نمشي يعني خصص كل يوم عشر دقائل الربع ساعة الراجع نحن لحكي اللي حكينا وكتبنا ونرجع نضي فعلي هالعشر دقائل وربع ساعة حتكون مع التراكمية كتير مهمة كخطة عمل أونلاين انطلق فيها بطريقة كتير بسيطة وما بدها مؤهلات كتير 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 نعم خلينا استعد نحكي شو هي القصص الممكن تفشل يعني ممكن كتير من المشاريع أونلاين انه هي تفشل صح ولكن كيفينا نحن نرجع نعمل يمكن بديت نرجع نعمل أي شي بخص المشروع كمشروع لتسويقه بشكل أصح هو حقيقة الفشل دائما بمشاريع الأونلاين بيجي من عدم الحماس الدائم يعني مثلا نزم نلاحظ كل ياتنا بس يكون عنا شغلة متحمسين لها فبتلاقي أول يومين تلاقي فايقة وانت مخك طول الليل عمشتغل فيها لأنه احنا عنا عدم تنظيم بإدارة الوقت فهو إدارة الوقت هون المهمة الليوم أنا فيه بتلاقي عم فكر فيها قاعد عم باك وليمكين عم بقرع على الانترنت كيف بدي عمل هالقصة وبقعد بشتغل فيها ومدري من يومين ثلاثة أربعة ببلش تخفي الحماسة بمنحنة دريجي بلاقي بوصل لما حال أنه أنا صرت يعني إذا ما حدا نكشني وقال لي شو صار معك بهالصفحة أنا ما بتلاقيني فتحت الصفحة أصلا هون بتبلش هون عملية الفشل هلأ القصة حتى نرجع نرى نحيي الموضوع بدنا نعمل نوع من أنواع إعادة الهيكلة بإنه نحط خططنا يعني نجي نقول خططي بهذا المشروع ووصل لها النقطة بهالمحل بهالإيراد بهالوقت فاليوم لما بقسمها شوي شوي لنقاط صغيرة صغيرة بقدر أرجع حط نوع من أنواع الاستقرار وأهم شي لما بشتغل شغل أونلاين أشتغل بشي أنا بحبه يعني شغل أونلاين دائما بشي أنا بهوا يعني مثلا أنا بحب أعطي دروس مثلا أو بحب أعلم خياطه فأنا اليوم بدي روح باتجاه أنه أعمل شي فيديو باتجاه تعليم الخياطة مشان أعطي بطريقة أنه أنا الشغلة أنا بحبه وضل عمباطي وضل عمباطي وضل عمباطي أكيد أكيد بحياتنا كثير من الأشخاص اللي بيجوا لعننا لنقدر ننصحهم كثير من الأشخاص يجوا لعندك لتنصحهم كيف يبلشوا بالطريقة الصحية هل كان في عندك تجربة ونشحت يعني ساعدت شخص ونشحت ونشهر وانتشر وصار يطلع لهم ردود ماردي منيح؟ حقيقة أنه إذا بدك مشان ما نذكر أسماء أو أشخاص في عدة شركات سورية وغير سورية وفي عدة أشخاص كمان موجودين محليا أو أونلاين أنا بالنسبة لي لأنه أنا كمان أونلاين كونسلطانت ما كدت يرجع يعني مستشار مع شركات عالمية بموضوع معين فاليوم كثير شركات أقلعت بأشياء صغيرة وصلت لمحال ونحن يمكن كلها نستعمل بعض التطبيقات المحلية صح فوصلت لمحال ديليفري كمان قديش عم نشوفه أونلاين صحي ديليفري عن صحي ديليفري بحد ذاته في عندي أرقام ما فيني يمكن أولى لأنه ما لم يماني مسرح لي أولى عن تطبيقات محلية أنا بعرفها وبعرف تفاصيل عنها اليوم مثلاً حاطيكم مسار اليوم مثلاً على المستوى لما عم نعمل تسويق إلكتروني ملاي أمازون اللي هي أكبر سوق إلكتروني خلنا نسميه أمازون اليوم حجم الإيراد طبعه وتقييمه المالي أكبر من أكبر شركة اللي كانت مثلاً تعاد أكبر شركة كوكاكولا بالبراندينج باسم البراند طبعه أمازون صبقتها بأكثر من حجم يعني الاسم التجاري صار أعلى من كوكاكولا والشركة تقييمه أكبر من الشركات من فيسبوك ملايين وفيسبوك صار عم تحكي عن أرقام لأنه بحد ذاته هو منصة ونلاين للتسويق عم نحكي مثلاً عن يمكن جوجل أكيد ما عفعت في حدا ينافسها عن أشياء وبالتالي اليوم عم نحكي لما من روح باتجاه الـ Online صرنا عم نحكي بقطاع وبدومين في حجم الإيراد لا يتوازم مع حجم الجهد. يعني اليوم هو فيه أفكار فالدعم من اللاحزب الـ Online فكرة هي اللي بتأنتج أكتر من حجم الجهد. فمثلا إذا ضليت أنا كل يوم في الصبح بشتغلت 8 ساعات لعمل بناء حجم الإيراد المالي والربح من هذا البناء لا يتناسب مع حجم الجهد اللي بقدمه Online والإيراد بجينة Online. إرادة بجينة أكيد أكتبار بكتير تماماً نحنا كثير من نتشكرك وشكراً على كل الأفكار اللي عطيتنا إياها ودعمنا نقول أنه نحنا ما نستسلم لا للوضع الاقتصادي ولا ووضع الحجر بالبيت إذا حدا مضطر خلينا نخترع ونأبدع ونسأل أي حدا معني بالموضوع اللي يرشدنا بوقت صحيح ونطلع مصاري شكراً كثير لألك أكيد شكراً كثير لألك شكراً لمعلوماتك القيمة ونشوفك بحلات خاطرنا أكيد